لا يوجد حديث في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المصرية سوى انخفاض قيمة الجنيه المصري وتداعيات ذلك على الاقتصاد المصري والمواطن البسيط التغطية الإعلامية عبر برامج التوكشو المعروفة المتدولة في مصر أيضا تناولت انخفاض قيمة الجنيه وما يترتب عليه من آثار في زيادة أسعار السلع الأساسية ما حدش عارف الدنيا راحة فين؟ ما حدش عارف المصراحة يعني لا جوة ولا برا ولا الروس عارفين ولا الأمريكان عارفين وأنا قلت لكم بارح وبالكرارها تاني اللي جاي هيكون أصعب من اللي احنا فيه عارفين مين اللي حينزلها؟ احنا أنا مش عايز دي انت ليه بتباعلي دي غالية؟ فلان بيباع عرخص منك احنا نقدر نستغنى عن الموضوع ده أنا ما بقول لكش موت ما بقول لكش تقشفه ولا أي حاجة يعيشتني اللي انت عايزه بس كمان ما تخليش حد بقى يستغفلك كثير من الانتقادات طالت مقدمي هذه البرامج وكيفية تتناول الموضوع والحلول من بين المنتقدين الممثل أحمد فلوكسي هو الذي انتقد عمر أديب وأحمد موسى وطلب منهم توعية المواطنين بأسباب الأزمة على حد تعبيره الأستاذ أحمد موسى ممكن أستنزلك تخرص اللي انت طالع بتقوله ده اسمه هبل بدل ما تقول للناس انه أهلا فرحلة صعبة عشان في حرب بره في العالم فالدنيا كلها بايزة فالعالم كله اقتصاديا بايز عشان حاجات كتير طالع تقولهم نعملوا زيه انت مين عشان نعمل زيك بالنسبة للأستاذ عمر أديب انت بتلعب وبتحط السم في العسر فاهموا الناس انه اه كنا عشرين عشرين حيبقى في حاجة لكن عشان الكورونا واللي حصلت الجنة وبعدها الحرب فماشيين بطيء مغردون عبر مواقع التواصل انتقدوا تصريحات الإعلاميين عن هذه الأزمة الاقتصادية وجوزيف يقول أول مرة أشوف أزمة حرب تؤثر على دولة من ثاني أسبوع على أساس أنكم بتصرفوا باليومية من روسيا ببطاقة التموين كل يوم بتبع الطيارة روسيا تروح تجيب العيش وتيجي العيش الخبز ندى الفنانين بيضربوا في المزيعين واضح أنه أبانا الذي هناك أصدر الأوامر بالضحك على الشعب الغلبان وتفريق شحنة غضبه العز بن عبدالسلام يقول الذين يطلبون التقشف من الشعب هم الإعلاميون الذين رواتبهم تبدأ من عشر مليون مثل أحمد موسى إلى سبعين وثمانين مليون مثل عمر أديب وأبراهيم عيسى وكل أولادهم بيتعلموا في أمريكا وإنجلترا أوروبا وهم يحيون حياة الملوك مصطفى زيادة مصطفى يقول أتمنى عندما يحدث في ارتفاع في الأسعار وانخفاض في قيمة الجناء أن يتم إسكاة عمر أديب وأحمد موسى الباز لميسوا باقي شلة الإعلام المعروفين فهم بيعموها ولا يعرفون تكحيلها بلاش نرفزت الناس وبإذن الله مصر تكون في حتة تانية خالص بس أنتم ابقوا تعالوا هو أنتم ما بجوش ليه محمد زكريا محمد زكريا ألحق هذه الصورة التي سأريكم إياها مأخوذة يبدو من فيلم وتقول تغريدة عرف يا بيتي يا شهندة أي ميس أوي التلاتين سنة الظلم بتوع مبارك رئاسة الوزراء أعلنت أنها نجحت في جذب استثمارات بقيمة مليارات دولار تقرير لبلومبرغ ذكر أن المليارات دولار هي قيمة حصص في الحكومة المصرية أو حصص للحكومة المصرية في شركات اشترتها أبو ظبي منها 18% من البنك التجاري الدولي وحصة غير محددة في شركة التكنولوجيا المالية فوري أيضا نقلت بلومبرغ عن تصريحات لبنك جولدن ساكس أن خطوات البنك المركزي المصري ستماهد الطريقة أمام مصر للحصول على قرض جديد من صدوق النقد الدولي وستحد من هروب الاستثمارات الأجنبية من البلاد بعد خروج نحو 15 مليار دولار خلال أسابيع القليلة الماضية بحسب مصر في جولدن ساكس شكرا لمشاهدتك تريندينغ سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها